أكد المشرف العام على مبادرة حياتك أثمن من رسالة محمد سويدان أن هذه المبادرة أتت بعد الإحصاءات والأرقام المفزعة لحوادث السير في العام الماضي الثمانية وثلاثين اللي وصلت إلى أربعمية وستين ألف حادث وسبعالاف واربعمية وتسعة وثمانين حالة وفاة وثلاثة وثلاثين ألف إصابة جسيمة وذلك بمعدلات حادث كل دقيقة واحدة وأربع إصابات كل ساعة وعشرين وفاة يوميا في حين أن ثلاثة وسبعين بالمئة من الحوادث تقع في وسط ومحيط المدن الكبرى في المملكة بسبب استخدام الأجهزة الذكية ثناء القيادة وكشف أن أعمار أكثر نسبة وفيات على الطرق تراوحت بين ثلاثين وثلاثين سنة ونسبة الوفيات داخل المدن اثنين وثلاثين بالمئة والوفيات خارجها ثمانية وستين بالمئة في حين تصل نسبة الوفيات للذكور ثمانية وثمانين بالمئة والإناث اثنى عشر بالمئة لمناقشة هذا الموضوع المؤلم حقا ينضم لي هنا في الاستوديو الدكتور سطام العنسي مدير عامل خدمات الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي حياك الله دكتور سطام الله يحيي وسأك الله بالخير حياك الله أو شيء ما أجي من الأخير الهلال الأحمر ما نجيكم من الأخير الموضوع قضي والرجل سوا حادث نعم في الغالب لما يجي الهلال الأحمر يجد أنه الوضع منتهي تماما وما بده شيء وفي الغالب أنه كانت برسالة جوال صحيح نعم طبعا يمكن فيه إحصائية تقدرنا أسباب الحوادث 90% منها هي نتيجة خمس أسباب السبب الرئيسي كان استخدام الجوال أو التجاوز الأنظمة المرورية أو الانحراف السريع لكن في الآون الأخيرة يعني أغلب الحوادث الجوال هو يعني سبب رئيسي لانشغال السائق عن الطريق وبعدين لا قدر الله يكون فيه تسبب حادث مروري طيب أنا شفت حادث بسبب الجوال بس أنا مهو بجيني حادث أنا يبرسل بسرعة وأنا عارف أسوق هذه كثير من الأعذار اللي احنا قاعدين نقولها لنفسنا أنه هو يسمع التقارير والإحصائيات اللي أنت تقول هي يسمعها كل يوم لكن هو يقول بيجي فلان بس أنا مهو بجيني هنا بسرعة أبكتب وأرجع السواق وش ممكن نقوله طبعا هذا الاعتقاد غير صحيح غير صحيح لأنه طبعا الإحصائيات دلت أنه الجوال سبب رئيسي في الحوادث لكن المشكلة أن الناس يمكن ما يتعظ إلا لا قدر الله أنه يصير له الحادث أو يكون القريب له حوادث السيارات هذه بيش تنتهي؟ يعني أتكلم الحوادث اللي بسبب جوال أنه غفى كذا وراحت السيارة طبعا الإنشغال أكيد أنه يكون مسبب للحوادث الأرقام يعني حنا للأسف في المملكة نسبة الوفيات عندنا نتيجة الحوادث نسبة يعني كبيرة مخيم إذا كنا المعدل في العالم نقول من 6 إلى 10 حالات حنا في المملكة إلى 20 أو 21 يا الله تصور أنه 21 حالة وفاة يومية 21 أسرة تفقد الشخص الخسائر تصل إلى 21 مليار دولار سنويا كم؟ 21 مليار دولار سنويا يعني فيه إحصائية موجودة على موقع المرور أنه 4.7 من الناتج المحلي أو الدخل المحلي يكون يصرف أو يكون فيه نقص نتيجة الحوادث المرورية بينما في أستراليا وإنقلترا وأمريكا 1.7 فحنا ثلاث مرات نخسر نتيجة هذه الحوادث طيب مثلا جهة معينة أي لأنه يكون طبعا مشغول مشغول الجوال خراس وبعض الناس يستسهل اللحظات البسيطة أيوه لحظة بسيطة تعني حياة والمشكلة ليت ذنبك على جنبك يعني أنت بتأذي أمرك كيف كنت الرجال اللي يناوي هالشيء صحيح الموضوع هذا أنه تتبنى طبعا وسائل الإعلام ويكون مسؤولية الجميع يعني يبدأ زي ما قلنا في المنزل إلى الجامع إلى جميع القطاع طيب اللي بخط سريع ما يكون لأعذر أنه ممكن يعني يشوف الجوال ما لأعذر أنه خط سريع وطريق زين ولا عليه خط سريع تكلم منه مسافر طبعا في السفر تزيد المشكلة نتيجة السراع يعني حنا طبعا وجود ساهر وجود الأنظمة المرورية صحيح أنها ساهمت في تخفيض لكن لا زالت النسبة عالية فكون الواحد يستخدم الجوال وينشغل عن الطريق مع السرعة المتوقعة في قيدة المركبة في هذه الطرق السريعة تتضاعف الإصابة وبرضو يعني تزيد عدد الإصابات سوى نوفيات أو إعاقات لا قدر الله دكتور سطام العنزي نحن شاكل لكم مقدرين على وجودك وحضورك الحصانيات المخيفة جدا والله يجزاكم خير ويكتبجركم على اللي قاعدين تسوونا وحنا لكم داعمين يا سيد الله يتكلم شكرا لكم شكرا لكم الله يتكلم